اشتركوا في القناة تتويج أبطال مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للقدرة حيث فاز بالمركز الأول في التصنيف العام فارس فريق فكتوريوس عيسى العنزي فيما أحرز فارس استبل الأصائل خليفة درويش لقب سباق الاستبلات الخاصة للأهالي لمسافة 120 كم والذي يقيم في قرية البحرين الدولية للقدرة بتنظيم من الاتحاد الملكي كما تم تتويج أبطال جائزة أفضل حالة جواد والتي تقام برعاية سمو الشيخ نورة بن حمد الخليفة قائد فريق الفرسان وذلك لأبطال بطولة العيد الوطني للقدرة وذلك لسباقي 120 كم و100 كم لفريقي فكتوريوس والأصائل على التوالي وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المنافسة المثيرة التي شهدها السباق طوال مراحله يؤكد المسيرة المتطورة التي تسير عليها رياضة القدرة في البحرين بفضل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مبينا سموه لأن البطولة تحققت أهدافا عديدة ستكون دافعا كبيرا في موصلة عملية النمو والازدهار لرياضة القدرة البحرينية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على دعم ورعاية سموه للبطولة وسباقات القدرة والتي تؤكد حرص سموه على المساهمة الدائمة في تطوير رياضة القدرة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تمضي رياضة القدرة بخطة ثابتة في التطور وهذا الأمر ملحوظ بشكل كبير في سباق في كل سباق بعد الآخر فبعد أن كانت الإثارة والتنفس الكبير حاضرا بقوة في السباقات الماضية تابعنا قوة المنفسة في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة فسوف نحرص دائما على مواصلة دعم رياضة القدرة لتحقيق المزيد من النجاحات وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق خالد بن حمد القدرة شهد النجاح الكبير بفضل مشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان الإستبلات المحلية الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات مبينا سموه تميز الفرسان الأوائل وفوزهم بالمركز الأولى في العموم والإستبلات الخاصة للأهالي هذا وحرز المركز الأول فريق فكتوريوس في سباق العموم عبر الفارس عيسى العنزي والمركز الثاني سالم يوسف من فريق الفرسان والمركز الثالث عاصم جناحي من فريق الزعيم وفي بطولة الإستبلات الخاصة الأهالي فاز بالمركز الأول إستبلات الأصائل عبر الفارس خليفة خالد درويش والمركز الثاني الشيخ صقر بن خالد الخليفة من إستبلات أحمد الفاتح والمركز الثالث أحمد صالح النعيمي من أستبلات الأصائل موسيقى اشتركوا في القناة